السؤال عن معنى كلمة الخوار في السطر الثاني طبعا ما ينفعش اجيب لك كلمة الخوار لوحدها لازم تقرأ الجزئية كلها على بعضها لان الكلمة تكتسب معناها من خلال وجودها في جملتها هو بتكلم الدجاجة بتكلم عن الجناحين بتوحها ما فردتهمش منذ زمن طويل حتى اصابهما الخضر والخوار ايه با الخوار معناها ايه يطهرى الهرم الشيخوخة الاعوجاج المرض الضعف واحد اقول انت بتجيبين اختيارات كلها زي بعضها انت عايز تتعبنى وتقول لها سهلة سهلة لا انا عايز اقولك يعني الجناحين بتوحها ما انفردوش في مكان مزداحم اصابهم ايه ايه يبقى اصابهم الشيخوخة الاعوجاج لا ازاي ما هو الجناحين معوجين اساسا ما حطونا على جسمها يبقى الضعف ايوة الخوار اللي هو الضعف احد تقولك خارة قواه ضعفة قواه يبقى اذا من خلال السماع المسبق او المعلومة المسبقة اقدر استنتج اجابات يبقى الضعف تعال اشوف سؤال تاني العنوان الان سبق احنا قرنا المقال وعجبنا يا ترى حلم الدجاجة ينفع واحد يقول لي والله انت من قبل بحطر الاختيارات عارف تتجيبنا اختيارات كلها تنفع اقولك لا واحدة واحدة اقولك حلم الدجاجة ما ينفعش استغاثة ونصيحة الانسان المتجبر الدجاجة الناقمة اولا انا بستبعد الدجاجة الناقمة الناقمة انها نقمة على الحياة مش عجبها الوضع هي فعلا مش عجبها بس هي مش نقمة هي غلبانة مغلوبة على امرها ما ينفعش ما ينفعش الاختيار دوت اذا انا عندي به وجيم واحد يقول لي اه الانسان متجبر الانسان متجبر وطاغي وظالم اقول له طيب يا حبيبي المقال كله اجمالا لو انا قلت الاستغاثة من الدجاجة والنصيحة من الدجاجة هي بتستغس من ايه من طغيان وتجبر الانسان اذا لو انا جبت استغاثة ونصيحة هتشمل معاها الانسان المتجبر وبتزيد عليها ان بتقدم النصيحة لقد اكلت يوم اكلت وتغافلت اذا الاجابة تيب برقم بقى هي الاجابة الصحيحة شفت انا بعمل ازاي وبعلمك مش بختار انا دلوقتي انا بعلمك ازاي تحط عنوان بعد كده يناسب الكلام كله